هنا وإلى جانب هذا الشعار يصنع التاريخ ويكتب التاريخ جيل وراجيل في النادي الأهلي والراية وإن بعد وقت التسليم إلا وإنها بتفضل طول الوقت وعد وعهد على كل واحد من اللعيبة اللي بتيجي في النادي الأهلي إنه يسلمها لجيل يقدر يحفظ البطلات جيل يكون عنده الروح والقتال قبل أي حاجة جيل يبقى عارف الكارزمة والشخصية والدفاع عن كبرياء النادي الأهلي الأهلي في كاس العالم للأندية قدم مرضودا طيبا مقنعا عبر عن نفسه وعبر عن تاريخه وعبر عن أسماءه وعبر عن ما قدمه خلال بطولات كتيرة جدا جدا بقوة وبروح كبيرة جدا جدا نادي الأهلي تمكن من هزيمة الدحيل في أول مباراة في البطولة وكانت كل التوقعات وكل الأحاديث تتحدث دائما عن صعوبة ضربة البداية وهي دي كرة القدم ثم جاء لقاء البايرن وكان لقاء صعب جدا جدا على أي فريق بيلاعب البايرن قال يدافع عن نفسه باللفز كده دافع عن نفسه قدام البايرن قدام فريق لا يعرف الرحمة نوجة نظري اختباره المحك الراس براس وكتف بكتف كماتش بالمراس لأنه الأهلي ما كانش ينفع يخرج من البطولة دي أقل من المركز التالت الأهلي ما كانش ينفع المباراة بتاعت بالمراس دي تحديدا ما يكسبش فيها الأهلي قدم شوط أول بالنسبة لي الحقيقة في بالمراس شوط رائع شوط هايل في شخصية النادي الأهلي الهجومية وفي طريقة النادي الأهلي الهجومية وفي فرص أتيحت للعابي النادي الأهلي الشوط الأولاني ده كان ينقصه بس حاجة واحدة التسجيل توفيق بقى الكرة بتاعت عبر السلاء كانت تدخل الأولانية بس بس بانفراد ده اللي كان خلص الدين اللي كان يقدر في شوط الأولاني بيخلص في شوط الأول واحد واثنين حقيقة لكن ده ما حصلش وصل الأهلي لركلات الترجيح من نقطة الجزاء ودي أصحب حاجة وأسخف حاجة وأرخب حاجة في كرة القدم لكنه وليه الأمانة الأهلي قدر أنه هو يفوز في ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لأنه عنده حارس كبير اسمه محمد الشناوي دايماً كنا نقول أنه الفرقة نصها الجول في ضربات الجزاء لو ما عندكش جول جامد خلص لأنه هو في النهاية برضو أنت بتتكلم على ضربات التوفيق وضربات الحظ وضربات الأقل الحاجات اللي شابها كده مفاد الكلام وملخصه الأهلي كبير قوي قوي والإنجاز والإنجاز اللي قدمه إنجاز يعبر وبقوة عن عظمة جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي حقيقة اللي ضربت مثال ومثل عظيم جداً في الدوحة توافد بأعداد كبيرة تقدير واحترام لإسم النادي الأهلي وبالتالي لا خروج على النص لأنك بتمثل النادي الأهلي بالتالي إنت بتمثل بلدك بتمثل مصر تبرى مصر تقدير كبير جداً جداً أثناء التشجيع لكل عناصر اللعبة لكل واحد في الملعب تقدير كبير جداً وإنت بتشوف الناس واللجان المنظمة تقولك جمهور الأهلي منظم جمهور الأهلي مفيش غلطة بص على الفرقة اللي كانت موجودة كلها مع اختلاف أسماءها مع اختلاف بطبيعة الحال يعني درجات اهتمام الناس بيها جمهور الأهلي في كل حد مش محتاج أدلة يعني أنت مش محتاج أدلة أنت شفت بعينك جمهور الأهلي كان عامل إزاي في ماتش البايرت جمهور الأهلي كان عامل إزاي في ماتش بالمراس جمهور الأهلي كان عامل إزاي في ماتش الدحيل حاجة تفرح وحاجة تشرف المهم دايما انك تبقى قادر تستوعب حجم المسئولية